مرحبا شباب خمس اجهزة اليوم مع الاسعار والمعالجات شششغل من عدد الفرايمات نبدي بالجهاز الاول هذا من هو هذا جهاز من رلمي بعدين اقلكم اسمه جي ثمانية وثمانين بهذا يشغل يشغلي فقط ثلاثين فرايم اما اذا خلينا على السلسة هذا يشغل يشغلي 40 فرايم هذا الجهاز يشغل بالنسبة للعبة بوب جي معالجة جي ثمانية وثمانين هذا الجهاز الاول لو نجي للجهاز الثاني يا جهاز هذا هذا هويسي لوني عليه هو التكنو سبارك عشرة برو سعر مية وخمسة وثلاثين دولار هذا الجهاز يشغل بلعبة بوب جي راح هو هذا يشغل 40 فرايم واذا خليتها على ال اج دي ار اج دي ار ما يشغل هذا لكن هنا بحال حالة يشغل 30 فرايم وهنا يشغلي 40 فرايم لعبة بوب جي هذا الجهاز تكنو سبارك عشرة برو هذا جهاز الثاني اذا اجينا لجهاز الثالث جهاز الثالث ميان ايضا من تكنو هذا البوب سبعة هذا جهاز اقتصادي المعالجة الاي اثنين وعشرين خلي رأيكم شي شغل من عدد الفرايمات مع ما انه هذا جهاز مو للالعاب يشغل عشرين فرايم لكن هذا الجهاز اكثر من مرة خرجني من لعبة بوب جي لان معالجة مو ما الالعاب بذا اجينا للجهاز الرابع هو الريدمي نوتوف معش برو طبعا هذا الجهاز انا سوي للنسخة الصينية وهذا النسخة العالمية راح اراويكم شنو بالنسبة لهذا الجهاز راح يشغلي عدد الفرايمات شوف هنا راح يشغلي هنا اربعين فرايم هنا شوف يشغلي اربعين فرايم لكن اذا شغلنا السلسة راح هنا يشغلي ستين فرايم يعني هذا الجهاز يشغلي ستين فرايم اذا شغلنا السلسة اما الاقل من السلسة المتنازن راح يشغلي 40 فرايم الريدمي نوت 12 برو تمام؟ هذا جهاز سعره 279 دولار معرف الدولار جهاز يعني خافت قللي ليش ما قلتلي بالعراقي لان انا قللك بالدولار لان دولار حاليا متغير بتصوير هاي الحلقة هذا جهاز من سامسونج ال اي 54 سعره جهاز 349 دولار اتوقع 500 وشوية على ما مثل ما كسرت آني بالنسبة للجهاز هذا الجهاز جغل يشغل عدد الفرايمات شو بشغل 30 فرايم اتوقع يجي تحديث لازم ويصعد لك عدد الفرايمات لان حتى على السلسة خلينا هم من 30 فرايم هذا ال اكسينوس 1380 سعر قلنا له وباكنا 256 وهذا الجهاز واحد من اجهزة الراقية لكن باللعبة بوب جي شغل فقط 30 فرايم هذه هي الاجهزة اللي يشغل لي عدد الفرايمات وراح اراوي كل الجهاز قد يشغل بالمجمل هنا عندك 40 هنا عندك 40 هنا عندك 30 هنا 60 هنا 20 فرايم هاي الاجهزة اللي كانت ويانا تحياتي لكم وفي امان الله